في تشات هل تقتل طرقاتنا أكثر من الأمراض؟ هل سيتم الإبلاق كل عام أن عدة حالات من حوادث الطرق التي تؤدي إلى وفيات العشرات؟ ومن الملاحظ أن معظم الحوادث تتمثل في حافلات النقل العام التي تربط مدن مختلفة من ولايات البلاد تحتم الرقم الخياسي إذا اعتمدنا على إحصائيات الحوادث الشاملة المسجلة كل شهر من شهور السنة والأثباب متعددة ومتنوية من بينها الإفراط في السرعة وأدم الالتزام بقوائد الطرق وبعض من الحالات الشازة كالنوم وتعاتي المخدرات من بعد السائقين إضافة إلى استخدام الحواتف أثناء القيادة وهذا يقودنا إلى تره أسئلة واستفسارات لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الحوادث في الطرقات العامة وما المسئولية التي تتحملها شركات النقل في تشات وكذا إجراءات المتخزة من الوزارة المعنية بالنقل لمعالجة أو لتقليل نسبة الحوادث في طرقاتنا كما أن الملاحظات والأسئلة المطروحة ستجد الإجابة في تقاريرنا القادم ضمن هذا الملف الذي يركز على سلامة الطرق والذي فتحه التلفزيون الوطني حول السير والمرور لتوئية مستخدمي الطرق وضمان سلامة السكان